السلام عليكم هذا الفيديو هو الجزء السادس من المسطحين يثبتوا كروية الأرض بحيث نخلي بي المسطحين يثبتوا كروية الأرض بكلامهم واستنتاجاتهم ونبدأ بقناة رياليتي تو دي في حلقة النجوم والأبراج كان يقول أن القدماء كان يعرفوا مكان النجوم والكواكب والشمس والقمر بالاعتماد على الاسترلاب وهذا دليل على أن الأرض مسطحة طبعا صاحب هذا الفيديو والله ما يعرف إيش هو الاسترلاب ولا يعرف كيف يشتغل لأنه لو عرف كيف يشتغل الاسترلاب ما يطلع بهذه العبارة الغبية أولا إيش هو الاسترلاب أو برواية أخرى الاستطراب ممكنتم ما تعرفون الاستطراب الإسلامي الاسترلاب هو آلة لمعرفة مواقع النجوم أو الوقت أو مكان الشمس وبدقة عالية ويقدر تاريخ اختراعه قبل 1200 سنة كيف يشتغل فلنفرض أنك بدك تعرف الوقت في منتصف الليل فتحدد على الاسترلاب أنت بأي شهر تروح ترفع الاسترلاب للسماء وتحاول تشوف النجمة من النجوم المعروفة النجوم المعروفة بالشهر اللي أنت فيه تصنع زاوية ثابتة مع الشمس طول اليوم ولأنه النجمة المعروفة تصنع زاوية ثابتة مع الشمس فرح تحدد موقع الشمس تحت الأرض من خلال النجمة ومن تحديد موقع الشمس تحت الأرض تحدد الوقت اللي أنت فيه فلو كانت الشمس تحت الأرض بالضبط تكون الساعة 12 مساء وكلما اختلفت الزاوية تختلف الساعة اعيد الموضوع باختصار في نجوم تصنع زاوية ثابتة مع الشمس من شهر لشهر فتحدد ارتفاع النجمة ومن خلال تحديدك لارتفاع النجمة تقدر تعرف موقع الشمس تحت الأرض وموقع الشمس تحت الأرض يحدد لك الوقت الآن نرجع لقناة reality today هو يقول أن الاسترلاب دليل على أن الأرض مسطحة وهذا غلط لأن الاسترلاب يقول لك أن الشمس تنزل تحت الأرض وهذا يخلف نوذج الأرض مسطحة الشمس عندهم دائما تكون فوق ما عمرها تنزل تحت الأرض لكن على الأرض الكروية بسبب دوران الأرض الشمس ظاهريا تنزل تحت الأفق وبهيك يكون الاسترلاب يثبت كروية الأرض بالإضافة الاسترلاب يقول لك أنه إحنا لدينا سمائين سماء نشوفها وسماء تحت الأرض وهذا يطابق كروية الأرض ويخالف الأرض مسطحة لأن الأرض مسطحة لها سماء واحدة فقط انتشر فيديو قبل فترة بأنه فيه شخص قدر يرجع الشمس بعد الغروب واعتبر صاحب الفيديو أن الفيديو دليل على أن الأرض مسطحة وهذا كلام فاضي رؤية الأجسام لما ترتفع ما تصير إلا على أرض كروية على الأرض مسطحة الشمس تغرب بسبب تعادها عن منطقة اللي أنت فيها فلما ترتفع لشوف الشمس مرة ثانية ما إلو أي معنى لكن على الأرض الكروية أنك ترتفع يعني أنك تجاوزت الإنحناء اللي غطى على الشمس فتقدر تشوف الشمس مرة ثانية فشكرا لإثباتك كروية الأرض بهاي التجربة لأنه تثبت أن الأفق ينزل لما ترتفع وهذا يوسع مجال رؤيتك في حلقة ختلة خطوط الطيران دقيقة ثمانية ختلة كان يستعرض هذا الفيديو كدليل على أن الأرض مسطحة لأن الأفق مستوي لحصن الحظ الفيديو الأصلي معي والفيديو يعتبر من أهم الفيديوهات اللي توثق انحناء الأرض ارتفاع الكاميرا ثلاثين كيلومتر وبدون عدست عن السمكة فالانحناء المتوقع على هذا الارتفاع بهذا المقدار يشوف الفيديو أولا خفض الإضاءة ليوضح الأفق والانحناء واضح جدا ومطابق تماما للانحناء المتوقع من ارتفاع ثلاثين كيلومتر فمش حلو بحقك تعمل فيديو ومدته عشرين دقيقة كله أدلة على كرويت الأرض فنعرض الفيديو على ختلة ونسأله إيش سرب انحناء الأفق بالفيديو اللي انت استشدت به ونعيد ونكرر المسطحين هم أكبر دليل على كرويت الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر